صباح الخير عليك يا حوند صباح الخير على السيدة المشاهدين حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر طبعا الجو اليومين دول يعني سقعة جدا الحقيقة والبرد الشديد قوي خاصة بقى لما يعني نيجي كده على بالليل درجات الحرارة بتنخفض جدا في القاهرة والاسكندرية وحقيقة كمان يعني في محافظات مصر كلها جو برد جدا في أماكن تانية زي ساند كاترين على سبيل المساعدة توصل لصفر وأكيد أصعب قرار بنواجهه زي بقى نقدر ننفذه هو أن احنا نقوم من تحت البطانية ده قرار صعب جدا ده محتاج شجاعة كبيرة جدا تحتاج شجاعة أدبية ومحتاج مصرحة واجهة مع النفس من أنت عندك شغل قرار عزيزة آه يعني قرار صعب الحقيقة يعني في الوقت ده طبعا احنا مسبح لنا بقى أن احنا نلبس نص الهدوم إن ما كانتش الهدوم كلها اللي في الدولاب بس هعمل غير الطبقات هارف طبعا مجنس كفيه كمان مهم جدا أي حاجة بتدفي نشاي بلبن عشان نقدر بقى ناخد القرار ده إن احنا نبتدي كده نسحى ونخرج الأول من تحت البطانية وبعدين نشوف موضوع إن نخرج من البيت طبعا بقى مع لسعة البرد اللي هتقابلنا أول ونفتح باب البيت وانا اه بحب الشتا طبعا بصراحة يعني والله وانا من محبين الشتا بس ما كنا نتفقناش إن الشتا يبقى بالمنزر ده بصراحة أنا يعني أنا بحب الجو الساعة يعني بنسبي لما يجي دايما أبقى بارزين قوي يقول الجو ده عرفا عندي دايما الشتا مرتبط بإسكندرية الشتا يعني روح إسكندرية إسكندرية من الصيف إسكندرية شتا الناس بقى اللي بتقدر إسكندرية يعني صيف على طريق أنا زيك أنا معاك يعني موضوع ده وبعرف لما بيجي أقول إيه الجو ده يا رقيع صعب قوي بتكر الحر والصيف فقول لا هاونها يا رب عب إذا بإحنا مبسوطين كده إحنا رضيين بداه طبعا بالضبط طبعا يعني ده بقى يعني خاصة إن إحنا في شهر يناير ده طبعا بيكون ذروة البرد وهيئة الأرصاد كمان بتقول إنه الموجة دي بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصدرها جنوب وشرق أوروبا والأسف هتكمل معنا يسا كمان كام يوم فطبعا كل واحد يأخذ احتياطاته كويس وكل واحد يخلي معاه في العربية جاكت أي حاجة يعني أنا يعني تقيلة علي أقول إن إحنا مش عايزينها ولكن للي يقدر يخلي معاه حاجة تقيلة في العربية لشان لو أي حد محتاجها شايفين الجو عامل إزاي عشان لو فيه أي حد محتاجها في الشرع نقدر نساعده بيها دي نقطة مهمة بقى أنا عاوز أتكلم فيها أنا أخدت الموجة بتاعي أو حتى أعرف والله يعني أزيز حاجة سخنة شربة أي حاجة بس نقدر نساعد بيها بعض في الجودة أنت تكلمتي في كلام مهم جدا وفي نقطة مهمة جدا لأن هي فكرة الإحساس بالغير طبعا خدنا الجاكت بتاعنا خدنا القرار لبسنا يعني كام ليرت فوق بعض وقرار ونزلنا الشغل بس لازم أول حاجة اللي احنا وإحنا نازلين وفي البرد اللي بيكون موجود في الساعات الأولى من الليل وبينتد لحد الساعات الأولى من الصباح دايما بيكون فيه شبورة والشبورة دي بيكون صعب عوي وتكون تقريبا عاملة حالة غيامة في أغلب الطرق وخاصة الطرق اللي بيكون فيها أراضي زراعية عشان كده لازم الكل ياخد باله كويس أو يلتزم بالتعليمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور علشان يوصل شغله بألف سلامة كمان الجو ده بيكون محتاج نوع من أنواع التكافل النقطة اللي اتكلمت فيها جمانة لازم يكون معنا جاكت جاكت تقيل مش إحنا بقى اللي نلبسه لأ الجاكت ده يكون معايا في العربية جاكت أنا مش عاوزه نوع من أنواع بقى يعني نبص ليه المتعففين مش عاوز أقول إحنا نبص ليه المحتاجين لأن أنا بشوفهم مش محتاجين خالص نحسبهم أغنياء من التعفف فهي الفكرة الناس دي دايماً بيكون عندها عزة نفس دور عليهم هتلاقي فيه منهم كتير أوي حوالينا هتلاقيهم مستخابين في بيوتهم وعاوزين غطى عاوزين جاكت فالجاكت اللي انت موجود عندك وهتلاقي كتير في دلابنا يعني كلنا عنده جاكت واثنين وثلاثة ما بيستخدموش ننظفه كويس ونحاول اللي احنا نوصل للناس دي علشان خاطر ندهولهم كنوع من أنواع التكافل كنوع من أنواع الإحساس بالغير كنوع من أنواع الصدقة اللي هنبدأها أول يناير يعني أول السنة نبدأ السنة الجديدة بنوع من أنواع الصدقة طبعاً وفيه ناس ممكن تبقاش عارفة تتجه فين عشان تقدر ان هي تتبرع بلبس أو تتبرع بحالاتها العديمة فيه ناس متبقاش عارفة فيعني أضعف الإيمان خلي معاكوا حاجة في العربية فعلاً مش محتاجينها ويعني طبعاً الأحسن لو حاجة تكون يعني بلاش جديدة يا سيدي بس هقول حالتها تكون كويسة تكون كويسة لا ومش عارف تديها فين أو توصل للناس دي ازاي يعني عندك وزارة التضامن الاجتماعي لو أنت تواصلت مع الفرق الموجودة هناك في التدخل السريع تحديداً عندها ناس كتيرة قوي عندها دور رعاية كتير قوي تقدر تدلك تروح فين والمكان الصح فيه جمعيات كتيرة جمعيات أهلية وجمعيات خيرية تقدر لأنت من خلالها تتواصل معاها وتقدر تروح للشخص المستفيد المتعفف لأن أنا هقول برضو أنا ما بقولش عليه الناس المحتاجة لأن هي بيبقى عندها عزة نفسي برضو أنا ما زلت يعني مصر بقى الشخص المحتاج عمره ما بيقول أنا عاوز الشخص اللي فعلا في أشد الحاجة بتحس اللي هو عنده نوع من أنواع عزة النفس بس أنا بالنسباتي بصراحة يا أحمد يعني أنا بعمل الخير لوجه الله ويعني ربنا بقى هيثمني عليه أي أن كان اللي قدامي فعلا محكاية أنا ما العمل بالنيات أنا نياتي خير بالزبط كده يعني يو صعب أكيد وجوارد ونصبح الناس منهم بسو تقيل